طريقتي مع زوجي بتفرق في الصراع يعني ممكن تعلي منه أو ممكن تهديه طبعا طبعا ازاي بقى ازاي انه انا كزوجة محتاج افهم طبيعة الراجل ازاي اتكلم معاه ازاي اتعامل معاه امتى اتكلم وامتى اتعامل احنا عندنا خلل كبير في الجزئية دي بين الزوج والزوجة ان احنا مش فاهمين بعض احنا بنتكلم لغتين مختلفتين انا بتكلم معاه في وقت غير مناسب لي لكن انا عايز اتكلم هو مش هيلاقي القبول منه مش هتلاقي قبول فاذا انا محتاج لو هو في مشاكل عنده في الشغل وفي مضطرب شوية يبقى انا اهدى قال كلمة اعدي اطنش وبقى اعدبه انا بقولش ان احنا ما نتكلمش اعدبه بعد كده لما يهدى برضو الكلمة اللي طلعت منك دي كانت صح ابتدي ادي له كلمتين حلوين انت جوزي وانت حبيبي وانت ابو الولاد واحنا ملناش غيرك يبتدي يحس بهمية نفسه وممكن يبتدي يراجع نفسه يعي بعد ما افهمه حاجة بتأكد على فكرة افهمه كويس اذاكر بقى افهم الفكرة وبعدين هبدأ اقدر هو بيفكر ازاي وانا كمان بفكر ازاي هو كمان يعني موضوع من الطرفين مش مني انا بس تقدير لطريق التفكير كل واحد مننا بيفكر ازاي وبالتالي هحتمله وعرف اوصله من النقطة الصح اللي اعرف ادخل منك